الدوبرمان سلالة جديدة نسبيا ظهرت في اواخر القرن 19 هو بيسمى الدوبرمان او زي ما دول تانية بتسميه دوبرمان بينشر وبالرغم من انه سلالة جديدة نسبيا لكن ده ما مناعش من ان السلالة دي تبقى من اشهر السلالات في العالم ليه مظهر رياضي ومتميز وهو كلب قمة في الوفاء مع صاحبه وفي نفس الوقت قمة في الزكاء وهو شجاع وكلب اعراسه من الدرجة الاولى وفي نفس الوقت رفيق متميز ومناسب جدا للعيلة طبعا للأسف الكلب ده اكتسب سمعة سيئة جدا في انه كلب عنيف جدا والسمعة دي سبقاها في كل حدة مع ان في الحقيقة هو كلب لطيف جدا وكلب لعبي جدا ومحبي للعيلة اللي عايش معاها وما بيبدأش بالمشاكل عامة بس ساعة الجد بيكشف عنوشته التاني وهو انه شجاع جدا وما بيخافش بسهولة وساعة الخطر حيدافي عن صاحبه بكل قوة عنده متعته في الحياة انه يبقى مع صاحبه وممكن نسق فيه مع الاطفال ومع الديوف طول ما هو بتتم معاملته معاملة كويسة وبما ان احنا جبنا سيرة الاطفال ففي قاعدة سابتة ما بتتغيرش وهي ان مهما ان كان حجم الكلب مهما ان كان نوعه ما ينفعش باي حال من الاحوال الكلب يتساب مع الاطفال بدون رقابة من حد بالغ ياخد باله علشان لا الاطفال يقزوا الكلب ولا الكلب يقزي الاطفال وهنا الازم الشرط العد ممكن ان يوقعهم اي حاجة يوقع حاجة عليهم المهم في الموضوع ان حد كبير يبقى موجود وهنا في نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها وهي ان الدوبرمان كلب مش مناسب لكل الناس هو كلب ضخم او يعني سلالة ما بين متوسط الحجم لكبيرة الحجم وزنه من 27 لحاجة و30 كيلو ونشط جدا وبيحتاج لنشط كتير وبيحتاج لتحديات زهنية كتير عشان تخلي زهنه مشغول علشان الكلب الدوبرمان اللي زهنه مش مشغول وبيحس بالزعق بيبقى مخرب الكلب ده بيحتاج ان صاحبه يبقى قائد لي ويقاوي الشخصية ويقدر يوفر له تنشئة اجتماعية كويسة ويقدر يوفر له تدريب كويس يخليه مشغول يوميا فعلشان كده هو ممكن ما ينفعش مع الاشخاص اللي حياتهم هادية او رتيبة او فيها نوع من الكسل شوية الدوبرمان حاليا شكله ارفع شوية عن زمان واطبعه انعم شوية او اهدى شوية عن زمان ولكنه مازال كلب احراسة ممتاز طبعا وجب التنبيه ان زمان كانوا بيقصوا وادن الكلب الدوبرمان يقال ان علشان يعرف يعدد اتجاه الصوت وكمان كانوا بيقصوا دي له علشان شكله يبقى قسرس لكن حاليا الموضوع ده بدأ يبقى غير قانوني في بلاد كتيرة ويا رب ان شاء الله يبقى غير قانوني عندنا في مصر ايه بقى كسة الدوبرمان في اواخر قرن 19 كان فيه جامع درايب اسمه لويس دوبرمان من مدينة اسمها أبولدا في ألمانيا ووظيفة جامع الدرايب في الوقت ده كانت وظيفة خطر جدا لانه كان معرض ان الحرمية يطلع عليه في اي وقت وياخده من الفلوس اللي معاه او كمان ممكن توصل ان هو يتقتل بسبب ان يتخم منه الفلوس من اللي حصنا حظه انه كان شغال دوكاتشر في المدينة اللي هو عايش فيها او يقال انه كان بريدر او منتج لسلولات الكلاب في المدينة دي وكان بحكم الشغلانتين اللي هو شغالهم كان متعود انه هو بيجمع الدرايب انه وياخد معا كلب يلف معا ومن هنا بدأ صاحبنا دوبرمان يجوز انواع كلاب كتيرة ويجرب ويعمل تجارب هدف انتاج كلب وافي جدا وبيتعلق بصاحبه جدا وفي نفس الوقت ينفع يبقى كلب احراسه وكانت نتيجة تجارب التزاوج دي ان بقى عندنا اول نموذج للكلب الدوبرمان وكان اول ظهور ليه سنة الف تمنمية ستة وسبعين والناس في الفترة دي تحمسك جدا للكلب ده لما لويز دوبرمان مات سنة الف تمنمية اربعة وتسعين رحت معا معلومات مهمة جدا عن ايه هي انواع الكلاب اللي استخدمت لانتاج الدوبرمان لانه لما مات ما سابش سجلات خالص عن ايه هي الانواع اللي استخدمها ولكن من المعتقد ان من ضمنها الروتوايلر والجيرمن بينشر والبلاك انتان تريير وفي اواخر الكارن التساعتاشر كملت مجموعة من منتجين الكلاب العمل على سلالة الدوبرمان وكانوا اكتر اهمية عندهم انهم يركزوا على الوظيفة اكتر من الشكل وكانوا عايزين يخلوا الكلب الدوبرمان كلب سوبر فكانوا بيجوزوا الكلاب السريعة جدا والزكاية جدا واللي اتبعها جديدة فنجح ونجح كبير جدا والسلالة بقت معروفة لزكاها وشراصتها وتقطها العالية وبعدها على طول جيمونت الكلاب اسمه كان لي الفضل في انه يشكل السلالة دي وفي انه يخليها ليها استغتمامك كتير وجدت سنة 1900 وكانت سنة سعيدة على الكلب الدوبرمان لانها السنة اللي اعترف فيها نادي الدوبرمان بالكلب الدوبرمان كسلالة مستقلة بذاتها وفي سنة 1908 بدأ تصدير كلاب الدوبرمان من المانيا لامريكا وفيه كلام متداول او اسطورة بتقول ان اول كلب دوبرمان وصل امريكا دخل شو للكلاب اللي هي المواصفات الجسمانية بتاعة الكلاب واخد الشو كسب وبعدها كسب تلت شوهات تانين وانه الحكام في الاول كانوا بيخافوا يحط قدهم في بق الكلب ده ايه صحة الكلام ده الله اعلم بس هو بيدينا فكرة عن هبة الكلب الدوبرمان مرت الايام وجهت الحرب العالمية الاولى ودي كان الكارسة على الكلب الدوبرمان لان الناس في الفترة دي ما كانتش لا يتاكل فما كانش من المعقول ان هما يرابوا كلب عاج مطبير بيأكل كتير فتقريبا ما كانش فيه كلاب الدوبرمان غير عند الجيش والشرطة والناس الاغنية جدا وكان البريدينج او تزويج الكلاب وانتاج سلالات قوية في الفترة دي يعتبر رفاهية فالله حصل ان هما مكروش بيجوزوا غير الكلاب اللي مواصفاتها رائعة فده ساعد على تشكيل السلالة اكتر ورفع مستوى مواصفاتها وبسنة 1921 تم انشاء نادي الدوبرمان الامريكي اللي اخد المواصفات القاسية اللي ماشيين عليها في ألمانيا وتبناها وبقى ماشي عليها هو كمان بعد سنة 1921 تم نقل جزء كبير جدا من الزكور الطب من ألمانيا لأمريكا وفي نفس الوقت نقلوا معاهم خلف مواصفاتها عالية جدا وعدت السنين وهوبا قامت الحرب العالمية التانية وكانت الطبق قبرى على الدوبرمان لان للمرة التانية الدوبرمان كان بيواجه أزمة بقاء في ألمانيا ويقال ان حركة نقل الكلاب من ألمانيا لأمريكا هي الحاجة الوعيدة اللي وقفت قدام ان سللة الدوبرمان تنقرت بالمناسبة في سنة 1900 الألمان شالوا كلمة بينشر من بعد الدوبرمان وبقى اسمه دوبرمان بس ويل انجليزي عامل نفس الكلام لكن في دول زي أمريكا ما زالت محتفظة بكلمة دوبرمان بينشر أو بالاسم كامل وخلال السن اللي فاتت البريدرز أو منتجين سلولات الكلام بيشتغلوا على حتة مهمة جدا في الكلب الدوبرمان وهي حتة شخصيته ان هم يخففوا من حدة شخصيته وفي نفس الوقت يحفظوا على حتة الحراسة بحيس ان هو يبقى كلب محب للعيلة بتاعته قوي وفي نفس الوقت يبقى كلب إحراسة من الدرجة الأولى نيجي بقى للمواصفات الجسمانية المظهر العام هو كلب متوسط الحجم وجسمه مربع لشكل ومليان عضلات وعنده قوة بيقى حلوه لانه يبقى سريع ويستعمل وفي نفس الوقت شكله أنيق ونبيل الارتفاع من الأرض لأعلى نقطة في الكتفين فالذكور من 66 ل71 سنتيمتر والإناث من 61 ل66 الراس طويلة وغدا شكل الوتد سواء كنت بتبص عليها من الجنب أو من قدام ومن المنظور الأمامي لو بصينا على الراس هنلاقيها بتوسع تدريجيا كل ما بنقرب من قاعدة الودان العينين وغدا شكل حبة اللوز ومتوسطة العمق ومليانة طاقة وحيوية الودان عادة بتبقى مقصوصة ومرفوعة لفوق لكن زي ما قلنا في العادة دي حاليا ما لهاش لازمة أعلى الجمجمع مسطح وفي نزول بسيط بينه وبين البوز في المنطقة اللي بتسمى ستوب عند الكلاب والبوز من فوق موازل أعلى الجمجمع الخدود مسطحة وعضلية والمنخير سودة في الكلاب السودة وبني غامق أو أحمر في الكلاب الحمراء ورماضي غامق في الكلاب الرماضي أو البلو وتان في الكلاب الفون الشفاف قريبة من الفكين والفكين مكتملين والأسنان تقوينها قوي وبيضة جدا والعادة بتاعتها بتسمى سيزرو بايد بمعنى أن القواطع السفلية لمسة سطح الداخلي بتاع القواطع العلوية وعدد الأسنان 42 سنة 22 سنة في الفك السفلي و22 في الفك العلوي ولو حصل وكان الكلب عنده أربع سنان نقصين أو أكتر فده بيخليه ديسكوليفايد يعني مش بتقه للمسابقات الرقبة مرفوعة بكبرياء ومليانة عضلات وطولها متناسب مع الجسم والراس مؤخرة الرقبة بتتسع تدريجية من فوق لتحت كل ما نتجه للجسم الغارب أو المنطقة ما بين الكتفين بارز وبيمثل أعلى نقطة في جسم الكلب الظهر أثر شوية من الغارب ومتين وعريض لحد ما ومعضل عند وسط الكلب وممتد في خط مستقيم من بين الكتفين لحد قبل الديل الصدر عريض والمنطقة أمامها منه متحددة كويس والدلوع واخدى شكل دقاري ولكنها مسطحة من تحت عشان تدي مساحة للكوع انه يتعرق كويس البطن مجدودة ومنطقة الورقة عريضة من نسبة لجسمه وساعة الفخاد قريبة جدا لساعة الجسم عند منطقة القفص الصدري والكتاف لو بصينا للرجلين من قدام فلوح الكتف مائل لقدام والتحت وعمل زاوية 45 درجة مع الأرض وبيتقابل مع الإيد من فوق أو ما يسمى بمنطقة العدد أو الأبر أرم في زاوية 90 درجة وطول لوح الكتف مساوي لطول العدد والارتفاع من الكوع للغارب شبه مساوي للمسافة من الأرض للكوع ولو بصينا للرجلين من قدام ومن الجناب هنلاقيهم مستقمين وموازين لبعض من الكوع لحد منطقة الرزغ اللي هي كمان قوية وموازية للأرض وسواء كان واقف في الوضع الطبيعي أو بيمشي فالكعين بتبقى قريبة من السدر والخدم مضغوطة وبصل قدام ومش متجهة ولا الجوة ولا البرة ولو بصينا للرجلين اللي ورا هنلاقي عضم البرك بعيد عن العمود الفقري وعمل زاوية 30 درجة معاه وعضم الفخد طويل وعريض ومعدل من الناحيتين في كل فخدة وهنلاقي ان الرجلين الخلفية نزلة مستقيمة برضو وموازية لبعض ولكن ما بينهم مسافة علشان يبقوا متناسبين مع جسمه المشية بتاعته هرة ومتوازنة وقوية ولما بيعمل ترات اللي هو بيمد أو بيهارول فالجزء الوراني من الجسم هو اللي بيزق الجسم القدام ولوه بصينا على رجنية في المرحلة دي هنلاقي ان كل رجل ورا نية بتبقى على نفس الخط مع كل رجل قدامانية في نفس ناحيتها ودهره بيفضل قوي ومشدود من العلامات ان الكلب تكوينه الجسماني مظبوط انه بيعمل حاجة اسمها سينجل تراك انه لما بيجري او بيعمل ترات صريع اللي بيحصل ان الرجل الورانية بينزل في نفس المكان اللي كانت فيه الرجل قدامانيين الألوان المتقلة للمواصفات القياسة الكلب الدوبرمان هي الأسود الأحمر البلو أو الرمادي الفون اللي هو لون مسفير والعلامات المميزة ليه اللي هي اللون التاني اللي بجانب اللون الأسود هو لون الرسد هو بيبقى لون ما بين البن والبرتقاني والأحمر وبيبقى موجودة على عين وعند البوز وعند الزور وفي المنطقة اللي قدام من السدر وعلى الرجلين وعلى الأقدام وتحت الديل ولو حصل وكان فيه بوتشا بيضوا في صدر الكلب أقل من نص بوصة فده مصبوع بي أكتر منه لأ ما بيتأهلش المسابقات والكلاب اللي لونها مختلف عن الألوان اللي اتقلت ما بتتأهلش المسابقات نيجي بقى لطباع الكلب في البطولة الكلب هو في البطولة غير موضوع الشكل في طباع مطلوبة منه المفروض الكلب يبقى متوازن يعني في حالتين الحكم ممكن يطلع الكلب من المسابقة فيهم ايه هم الحالتين دول اول حالة ان الكلب يبقى جبان بالزيادة يعني يجي الحكم يبص عليه او يجيله من ظهره الكلب يكش يجي الحكم طبعا يلاقي الكلب خجول قوي يجي الحكم يعمل اي حاجة يعمل اي صوت حد يعمل صوت الكلب يخاف دي بتخليه يخرج من المسابقة الحاجة التانية ان الكلب يبقى عنيف فيبقى عدواني او شرس يهاجم الحكم يهاجم صاحبه ده طبعا بيخرجه من المسابقة لكن لو الكلب زام على كلب تاني او صدرت صرف عدواني ناحي الكلب تاني دي بتعدي ومش بتطلعه من البطولة دي كانت مواصفات الكلب الدوبرمان نيجي بقى لنصايح لاي شخص عايز يربي كلب دوبرمان الدوبرمان جوا طاقة كتير ومحتاج يعمل مجهود كتير وعنده حسة الحماية قوية جدا فما تستغربش خالص لما تلاقيه عامل فيها حرس المكان تدريب الصح المستمر من سن صغير شيء اساسي عشان تره تسيطر عليه هو حساس البرد وبيحتاج يبقى في مكان دافي وكويس ومقفول في الشتاء وهو كلب عائلي ماينفعش يتساب لوحده من غير نشاطات ولا تفاعل عشان يبقى عندك كلب ومصفاته الجسمانية وطباقه صحيحة اوعى وبقررها تاني اوعى تشتري من مكان تحت السلم او محل رامي كلاب فاص او من حتة انت متعرفش اصلا مين الاب ومين الام لا اشتري من بريدر محترم وموصوق فيه علشان يبقى عندك كلب كويس وصحوته كويسة واضباعه كويسة مهوش مشاكل جسمانية ولا نفسية طبعا بيحتاج اكل جودته عالية وفي نفس الوقت بيحتاج تريتس علشان التدريب بس خلي بالك ان التريتس ممكن تتخنه ويفضل جدا انك تتابع الغذاء بتاعه مع الدكتور البتري بتاعه بالنسبة للجرومينج فالموضوع بسيط جدا لان هو شعره سهل انت كل بتعمله انك بتسرح له شعره بفرشة الشعر بتاعها قصير بيحتاج يتقصله دوافره مرة كل شهر تقريبا بيحتاج تنظف له انه كل كم يوم وهو كلب ما بيحتاجش يستحمى كتير زي كلاب تانية بما انه كلب نشاطه عالي جدا فهو هيحتاج منك تمشاه ومجهود يوميا كتير جدا علشان يوصل انه يطلع الطاقة اللي عنده طبعا انت ممكن تخليه اشترك في تمرينات زي الاجلتي اللي هي قفز الحواجز ممكن تخليه يشترك في تمرينات اللي هي الطاقة اللي هي زي اللي هو بيعمل نشاطات ويروح هنا ويرجع والكلام ده ممكن تخليه يشترك في اي نشاط ليه علاقة بالكلاب المهم في الاخر انك تطلع له الطاقة بتاعته وبالرغم من انه هو كلب صحته كويسة بس في شوية امراض هو معرض لها زي البلوت وهي حالة معدته بتلف فيها او اقصى حاجة فيها يعني معدته بتلف فيها معرض للهيب ديسبجيا خلع في مفصل الورج معرض لامور الشبكية معرض للطراب التجلط والالبنيزم اللي هو انعدام السابقات في جسمه اللي هو الكلاب اللي بتبقى بيضاء او اللي هو بيسمى حتى في الانسان اللي هو المهق مكامل معرض لمشاكل في الغضة الدراقية لكن هنا المفروض ان البريدرز ومنتجين سلوية الكلاب بياخدوا بالهم بالموضوع ده كويس جدا وبيكشفوا على الخلف بتاعتهم كويس علشان كده احنا بنقول اشتري من بريدر حتى في مصر فيه اه تحت السلم وفيه بريدرز كويسين جدا وكلابهم كويسة جدا وصحتها كويسة جدا وفي الاخر اللي اختبارات الطبية اللي مهم نتعمل للكلاب الدوبرمان هي كشف على القلب كشف على العين كشف على حالة الغضة الدراقية التحليل دي ان ايه لمرض فونو البراند اللي بيسبب اضطراب التجلط وكشف على الورك او الهيب علشان مشكلة الحيب ديسبلاجي وبكده انتهت حلاقاتنا النهاردة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم قلولنا ايه انواع الكلاب اللي عايسين نتناقش فيها بعد كده وبفكركم تاني ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان لازم بجانب السابسكرايب نفعل الجرس علشان يوصلنا نوتيفيكاشن ونشوف فيديوهات جديدة واكتر السلام عليكم